يسعى مجلس الشورى إلى إتمام أدواره التشريعية أيضا ضمن حدود ما كفله له الدستور حيث يبادر على الدوام إلى طرح اقتراحات مدروسة لعدد من القوانين التي تخدم في مجملها النهوض بالمجتمع وإعلاء مؤشرات التنمية البشرية فيه ولن نقف أو تقف الإشارة للدور الحيوي الذي يقوم به المجلس على المستوى المحلي بل سيتعدى إلى اغتنامه للفرص الحقيقية في إبراز مكانة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي أثناء مشاركته في العديد من المحافل ذات الصلة بمجالاته المتنوعة إذا ما أردت التعرف على الصلاحيات الفعالة ذات الصيغة التشريعية لمجلس الشورى فإنك تجد عظم أبعادها وعظيم مهامها التي وظفت نفسها بقالب مرن يحاكي مشروعات قوانين يختص المجلس المعين بمرسوم ملكي بمناقشتها بأسلوب متسلسل يراعي مفاهيم التغذية الراجعة التي يعتمدها الدستور في تقييم نجاعة هذه القوانين الدستور بدوره كان قد حدد ما يجب على مجلس الشورى القيام به من مناقشة مستفيدة لعدد من المراسيم بقوانين التي يتكفل بإحالتها إليه مجلس النواب لتكون له الأحقية المطلقة بقبول المشروع أو تعديله وحتى رفضه وفي جميع حالات القرارات المتخذة من جانب المجلس المختار برؤية ملكية البالغ عدد أعضائه أربعين عضوا فإن مجلس النواب يسارع بإفادها بعد إقرارها من كلا المجلسين التشريعيين إلى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم ترفع إلى صاحب الجلالة الحق المشروع غير المشروط لأعضاء مجلس الشورى في اقتراح القوانين التي تستهدف في مجملها النهوض بالمجتمع وإلاء مؤشرات التنمية البشرية بما ينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للفرد ويزيد من رصانة البنية التحتية المثلى كان قد منح له الدستور والذي مكنت نصوصه أيضا لخمسة عشر عضوا طلب اقتراح لتعديل بعض بنوده وهو ما يثبت متانة القاعدة التشريعية للمجلس إقرار مشروع الموازنة العامة للمملكة مهمة أعطي لمجلس الشورى حق الإشراف عليها ليشاطره بإتمامها مجلس النواب بما تتضمنه من إيرادات ومصروفات ولم يألو مجلس الشورى أي جهد في تمثيل البحرين خير تمثيل في جميع المحافل الإقليمية والدولية لتتشكل أمامه الفرصة الحقيقية في إبراز مكانة البحرين على خارطة العالم أجمع لتلفزيون البحرين محمد رشيدات